جاءت هذه الدراسة لتصلط الضوء على هذا القطاع الحيوي من خلال دراسة تقييمية للجمعيات التعاونية شاملة كافة الأبعاد التشريعية والاقتصادية والإدارية للوقوف على التحديات التي تواجهها هذه الجمعيات والخروج بتوصيات ومقترحات عملية ممكنة لهذا القطاع أملا بأن يكون القطاع التعاوني في الأردن أحد الروافع لرؤية التحديث الاقتصادي في توفير فرص عمل للشباب والنساء على حد سواء والمساهمة في التنمية المستدامة وخاصة في المجتمعات المحلية المجلس أراد أن يصلط الضوء على هذا القطاع من أجل تقديم التوصيات للنهوض بهذا القطاع والأمانة أن الدراسة خرجت بمجموعة مهمة من التوصيات التي يمكن أن تشكل رافعة للنهوض بهذا القطاع وقدمت الدراسة صورة معمقة حول واقع الجمعيات التعاونية والتحديات التي تواجهها كما أنها قدمت بعض الإضافات النوعية في كيفية النهوض بهذا القطاع ننظر إلى هذه الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الـ USAID مشروع مكانتي بإيجابية حيث أن نتائج هذه الدراسة ستصب في مصلحة الحركة التعاونية الأردنية سنعمل على تعزيز نقاط القوة الموجودة فيها وأيضا التحديات التي أبرزتها هذه الدراسة سنعمل على تحويلها إلى فرص نقل نوعية واضحة في مجال الاستراتيجية التي يشغلون عليها كمؤسسة تعاونية اللي بتنعكس بشكل مباشر وإيجابي على النوعية في تقديم الخدمة للجمعيات سواء كان لرؤساء جمعيات أو لأعضاء عن طريق زيادة المعرفة وأيضا التوعية في موضوع كيف أنك تدير جمعية تعاونية اللي بتصب في وعاء واحد هو تفعيل دور الجمعية التعاونية في تقديم الخدمة المجتمعية للمجتمعات المحلية إن النهوض بالقطاع التعاوني وإعطائه المكانة التي يستحق في جهود التنمية الاقتصادية يحتاج إلى منظور جديد وخطة نهوية متكاملة لغاية تمكينه وتعزيز دوره في مكافحة الفقر والبطالة محمد الوانسة التلفزيون الأردني عمان